السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أهلا بكم في قناة المهندس للتعلم والفئة ده في دارسي جديد وفيديو جديد عن باودر متاليرجي أو متاليرجي المساحيق وهي عملية من عملات الخاصة وتحضير مسحوق للمعدن وتحويله إلى منتج هندسي زي فصوص الفيديا واستنباط الفيديا وغيرها إذا كنت بتشتغل في استنباط الفيديا تعمل بها أي منتج فهذا الفيديو يهمك كتير هنتكلم في فيديوهين ثلاثة وربعة إن شاء الله عن الفيديا إزاي بتنتج وتستخدم في وأنواحها إيه وإيه المهم للإستنباط إيه الأحسن للإستنباط وإيه الأحسن لأيلام الخراطة وإيه الأحسن لإندملات وهكذا إذا كان هذا الموضوع يهمك كتير فأكمل معنا لآخر الفيديو أهلا بكم من جديد اليوم هنتكلم عن الفيديا أو بودر متاليرجي وإزاي بيتم تصنيع هذه الفيديا واستخداماتها وهنبدأ باستعمالات أو استخدامات البودر متاليرجي البودر متاليرجي في المئة سنة اللي فاتت ديات كان فيها تقدم كبير لدرجة إن فيه حوالي مئة جزء تقريبا في السيارات الحديثة مصنعة بهذه الطريقة زي ما احنا شايفين على الشاشة كده في أجزاء كتيرة من أجزاء السيارة بتنتج بالبودر متاليرجي النقطة التانية إن هذه العمليات بتدخل في صناعة الأجزاء المكونة من معادن لها درجات انصهارة عالية زي التانجستون درجة انصهارة عالية والتاتاليوم والمولوبيديام حيث يصعب إنتاجها بالسباكة أو التشكيل على الساخن لأن درجة انصهارها عالية زي ما تشايف الاستخدام التالت للبودر متاليرجي تستخدم فيه لؤم الخاصة بألام الخراطة اللؤم الكربيدية أو القطع الكربيدية اللي هي الفيدي أيضا والأكاسيد الملبدة اسمها سنتر دي اكسايدس نقطة الرابعة تستخدم في إنتاج بعض المواد المركبة زي كومبوزيت ماتيريال اللي بتتكون من مواد معدنية وغير معدنية وخصوصا في صناعة فرجون الموتور لواء الشربون موتور براش أو المواد المركبة المكونة من مواد معدنية ويسراميكية مثل الكروم وأكسيد الألمونيوم المستخدمة في المحركات النفاسة جيت إنجي وفي معدات الطاقة النوية وتستخدم أيضا فيه تصنيع أجزاء كثيرة رخيصة وسهلة الإنتاج مثل التروس والكمات والصمامات وغيرها الكثير ده استخدمات البودر متاليرجي هذا وتتطلب عملية البودر متاليرجي ديت أن تجهز المساحيق وتخلط وتجبس بشكل اللي انت عايزه وبتسخل لدرجة معينة عشان نزود عملية التماسك بسمها سنتري أو التلبيد العملية موضحة في الفلوت شارت اللي قدامنا على الشاشة كمثال لأحد أنواع الفيديو هنتكلم دلوقتي بالتفاصيل عن عمليات التصنيع وأول عملية زي ما شفت على الشاشة تجهيز المسحوق نفسه أو البودر يتم تجهيز المسحوق أو البودر بطريقتين أساسيتين الطريقة الميكانيكية والطريقة الكيميائية والطريقتين دولة يمكن الإنتاج فيهما بعد الطرق هنتكلم عنهم واحدة واحدة بشيء من الإيجاز والاختصار أول طريقة لعملية تجهيز المسحوق أن نحن نطحن الأجزاء المعدنية الكبيرة في طواحين خاصة تسمى بول ميل زي اللي ظهر على الشاشة قدامنا دلوقتي هي عدة أنواع وأشكال مختلفة من بول ميل أو طواحين المستخدمة كرات من الصلب زي ما احنا شايفين على الشاشة قدامنا دلوقتي أثناء الماكينة بتدور أو الطحونة بتلف الكرة بتطلع وتنزل على الشغلة اللي أنا عايز أكسرها فهتيحصل تفتيت وهكذا من الطرق الميكانيكية أيضا التفتيت بطواحين أو بطحونة هزازة التفتيت أو التكسير بطريقة طواحين الدوامة كل دي طرق ميكانيكية وتذرية المعدن بوسط الطيار من الهواء أيضا طريقة ميكانيكية وهذه طريقة إنتاج البودر ميكانيكية الطريقة التانية هي صهر المعادن وده تستخدم للمعادن درجة صهرها صغيرة زي الرصاص زينك كاديميوم وهكذا ويجيب الخامعة ونصهرها وحطها في الجهاز اللي قدامنا دلوقتي وينزل السائل المنصهر من فتح العليا ديت ويوجه على السائل النازل دوت أو الصاقط طيار من الهواء المضغوط فيعمل على تذرية المعدن إلى ذرات صغيرة تتناثر ثم يصفها وتجمع المعدن على هيئة ذرات زي الشكل اللي قدامنا على الشاشة كده وده شكل ذرات النكل على الشمال والحديد اللي علي المين وده بعض المنتجات المصنعة من عملية البودر ميتالورجي بعد ما تتكبس وحصلها سنترينج يديني الفيديو اللي على الشاشة ديت أشكال مختلفة وأنواع مختلفة الطريقة الثالثة لإنتاج البودر بنعمل عملية تحليل كهرابي بوزتف ونيجاتف ثم نرسب المعدن كهرابئيا وبعد كده ناخد الجزء دوت اللي ترسب ونطحانه والنعمه يديني البودر المطلوب الطريقة الرابعة لإنتاج البودر بنعمل اختزال الأكاسيد المعدنية زي أكسيد الحديدي بينتج من اختزال حبيبات مسامية ومتجنسة الحج زي ببعونا اختزال خامات الحديد بينتج الحديد الأسفينجي سبونج آير في شكل حبيبات وطبع الرخيص السمن والسمية الحديد الأسفينجي لأنه به مسام زي الأسفينجي الطريقة الخامسة لإنتاج البودر وهي تسخين هيدروكسيدات المواد المطلوبة فيتبخر الهيدروكسيد أو الـ OH أو المية معنى صح وتتبقى المواد على هيئة بودر أو على هيئة مسحوق وتأخذ وهي طريقة عبر كيميائية الطريقة السادسة وهي الطريقة الأخيرة وهي استخدام طرق تشغيل المعادن العادية زي الخراطة، الفرايز، البرادة، تفريز وغيرها لتكوين رايش نأخذ الرايش ده وهو اللي نستخدمه ونكسره أكتر لنعمل لي بودر عملية التصنيع وتبدأ عملية التصنيع للفدية بعد الحصول على البودر ناتج من طحن المواد الدخلة في عملية التصنيع بأي من الطرق السابقة اللي هي الطريقة الكيميائية والطريقة الميكانيكية السابق ذكره ونبدأ باعملية التصنيع بعد ما نحضر البودر ونحضر معاها المواد الربطة بنضيفها ونخلطها بالنسب في خلاط أو ميكسر اللي احنا عايزينها زي المسال اللي قدامنا دلوقتي على الشاشة البودر اللي معانا دلوقتي كاربيد تانجستون والمادة الربطة إما نيكل وإما كوبلت ونضيف المادة الربطة بنسبة ما بين عشرة لتلاتين في المية مع البودر بتاعنا من سبعين لتسعين في المية وخلطه خلط جيدا في ميكسر ثم بعد ذلك يتنيل الخليط على المكبس أولا عملية الكابس وتبدأ بتشكيل المسحوق عن طريق الكابس كومباكتنج إما تكون عملية الكابس على البارد أو على الساخن وعلى البارد يعني عنده درجة حرارة الغرفة تقريبا وعلى الساخن عنده درجة حرارة عالية تتوقف على نوع الخامة تدخل في عملية التصنيع وينتج من عملية الكابس منتج ضعيف مضغوط ضعيف نسبيا ولكن يمكن تداوله بسهولة بعد كده العملية الثانية وهي عملية سنترينج أو عملية التلبيد فعملية التلبيد دي بيكون المنتج المدمج دوت اللي ناتج من عملية الكابس يعرض إلى درجة حرارة عالية قريبة من درجة انصهار المعدن إذا كان المنتج مشكل من معدن واحد وفي حالة الدرجة العالية تترابط حبيبات المسحوق وتتكون منها كتلة متمسكة وعمة ما تجري عملية التلبيد ديت أو السنترينج في جو من غاز وقائي زي غاز الهايدروجين وإذا كان المسحوق يتكون من عدة معادن فيجب أن نختار درجة الحرارة للتلبيد مقاربة من درجة انصهار المعدن أقل واحد فيه من انصهار درجة المعدن الأقل انصهارا بالإضافة إلى عمليتي الكابس والتلبيد فإنه قد توجد عدة عمليات أخرى مساعدة مثل التلبيد المتقدم والتشطيب والتشغيل والتشكيل والتشريب وهي عمليات تشغيل تجرى على الفيديو بعد انتهاء من انتاجها وصلنا الآن للخواص التكنولوجية وبكده يبقى وصلنا إلى نهاية الفيديو ونكمل الخواص التكنولوجية المرقية إن شاء الله مع بعض المميزات والعيوب للبودر متاليرجي وكثير من النقاط الأخرى الهامة والمهمة جدا في هذا الموضوع انتظرونا قريبا في الفيديو القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته